نتقل الآن إلى بني غازي لنقل وقاع المؤتمر الصحفي للواء أحمد المسماري الناطق باسم القائد العام للجيش الليبي شكل مباشر أو غير مباشر هذه المجموعات الارهابية الإجرامية وبدأنا نلاحظ ظهور لقادات أو قيادات كبيرة من التنظيمات الارهابية هنا أريد أن أربط بين ثلاث تسريحات خطيرة جدا تسريح الأول لأردوغان الذي قالت أن أدعم حكومة الوفاق والميليشيات في طلابلس التسريح الثاني لفتح باش آغا الذي تكلم وقال أن مشير حفتر لديه أطماع في حكم المغرب العربي التسريح الثالث البغدادي لظهر فجأة ويفتخر بأفعال الارهابيين في منطقة الفكهة وفي مناطق جنوب غرب ليبيا التسريح الثالث التسريح الثالث ببغدادي الذي أردوغان وحزبه قادت الارهاب في العالم أجمع وأن كذلك البغدادي ليس ملك لنفسه وليس من أفكاري أن يكون هناك تضيق داعش وأن هناك دول أخرى أكبر من الكمبارسة التي أمامنا الآن في التي أنتجت البغدادي وأخرجته في هذه المرحلة فاتح باش آغا عبر صراحة عن المنهجية الخاصة بتنظيم القاعدة في المغرب العربي ومن هنا أزف خبرا سارا لكل الليبيين أن بتحرير ليبيا من الإرهاب ومن الإرهابيين ومن أمثال فتح عباش آغا ستكون المنطقة العربية في المغرب العربي منطقة آمنة بشكل عام وأن أبناءكم الذين الآن استشهدون في طرابلس يحاربون تنظيمات دولية ودول بعينها وبدأت المعرة تأخذ منح آخر وهي معركة التيار الوطني القومي العربي ضد التيار الخوانة العملاء الأخوال المسلمين والقاعدة وداعش ونحن نعلم جيدا أن الدول الرائعة للإرهاب والدعم للإرهاب ستقاتل إلى النهاية وتتظهر في الصورة بشكل مباشر في آخر المعارك يوم الآن كانت هناك معارك قوية جدا في منطقة سباعة العدو قام بهجوم على مؤخرة بعض القوات المدودة في منطقة سباعة وهي سرية أو فصيل لحماية المسجفى علي عمر عسكر وتم تصدي لهذا الهجوم بكل شجعة وتم القضاء على المجموعات التي تقدمت نحو السباعة ولكن من يتابع يجد أن نحن ومن قتلناهم أمس هم تنظيم القاعدة الذي يقود الآن أبو عبيدة وأسامة إجويلي لدينا أسرع إرهابيين من السودان ومن الشاد ومن دول أخرى كان القاتل مع جماعات الإرهابية أو مع العصابات الإرهابية يوم الأمس في سباعة وتم تناول تلك المقاطع التي تثبت هذه الحالات تم تناولها في القناة الفضائية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بقية القطاعات العمليات ممتازة جداً سواء القطاع شرق رابس والقطاع الأوسط وقطاع طريق المطار هذه كلها تسريف فيها العمليات بشكل جيد جداً الى الخريطة لازالت مواقعنا في عين زارة التي وصلناها للأيام الماضية تقدمت نحو منطقة الفرناج الآن بالقرب من الفرناج أعتقد الآن منطقة صلاح الدين أصبحت قريبة من محورين وهو محور اليارموك ومحور عين زارة كذلك هناك كوبري أو محور طريق المطار الذي بدأ تقدم محور كوبري الفروسية العدو بدأ الآن أكثر انهياراً وتشتتاً في هذه المناطق وخاصة بعد مقتل الأغلب قادة الكتاب وميليشيات مصراتة في هذه المنطقة أصبحت ضعيفة جداً الآن وأصبحت هناك مشاكل داخلية بين ميليشيات مصراتة وبين جرعات الميليشيات ترابس سأعطيكم الآن مخططات لبعض المحاور المعادية محور وتحالف الشر على هذا المخطط رقم ثلاثة وهذا محور طريق المطار وصلاح الدين يتكوّل من ميليشيات مصراتة بقيادة محمد تلم دمونة عام المحور وهو أصيب في الاجتماكات السابقة الآن يقود الكتيبة في منطقة عبد السلام محمد الزوبي وهو أمر المحور الحالي جرامي وآمر ميليشيا كتيبة الحالبوس عز الدين محمد حنيش وآمر ميليشيا الكهرباء والميليشيا التي تسيطل على الشركة العامة للكهرباء بالسواني كذلك الكتيبة الثالثة والرابعة كتيبة محمد أمر الحصان وكتيبة ميليش ستستين من صرتها وكذلك هناك في محور طريق المطار المعادي ميليشيا المدينة القديمة بقيادة جمال أندامو الغزاوي محمد يحيا الغزاوي وخارد الغزاوي حولها من يقود في كتيبة المدينة القديمة وميليشيات المدينة القديمة كذلك لدينا ميليشيات أخرى ميليشيا بسليم وهي تسيطر على منطقة بسليم والهضبة وأزام طريق المطار ويقودها الإجراء المجرم عبدالغني بالقاسم الكتلي وإضلط في الإحراري وعبد الحميد المضغوطة يقود في الحراري و عبد الحميد المضغوطة ناخذ المحطة الثاني المحور الغربي لغرب العزيزية والسواني بن ادم فهو محور مهم الان نتحدث عليه يقود هذا المحور الارهابي وسام اجويني ويضم هذا المحور ميليشيات التهريب وميليشيات اجرامية وتحالفت مع ميليشيات ارهابية والاسطرة الذين لدينا الاجانب الذين تم القبض عليهم يوم الامس كانوا يقاتلوا مع هذا المدعو جويلي وميليشيات التهريب وميليشيات التهريب وميليشيات التهريب في كثير من الناس يظنوا ان جويلي يقاتل بشباب الزنتان وهذا كلام غير صحيح لا نبقى من معه الا قليل من المتوردين في التهريب وفي جرائم جنائية اخطر تحالفات مع اجويني هي ميليشيا ابو عبيدة في الزاوية ويضم جهاديين ومهربين وقوة في المنطقة الغربية ويضموا عدد كبير جدا من جابت النصرة من سوريا كمجالبهم الان الى منطقة الزاوية تصنيف الحالي هو سجين سابق لانتماء التنظيم القاعدة وامر غرف الثوار ليبيا ارهابية ومتورث في قضية القبض او قطف الدبلوماسيين المصريين في 2013 محمد سالم البحرون الشهر الفار التصنيف رئيس قوة الاسناد الامني الاولى التابع لمدرية امن الزاوية محمد البحرون وهو بايع تنظيم داعش ومطلوب المتب النايب العام قيس عبد الكريم لباح جهادي مطلوب في عد القضايا قيس عبد الكريم لباح فراس عمار السلوبي مجرم جنائي مفتش عنه ومتهم بارتكاب ثمان جرائب غير معروف الان فراس عمار السلوبي الاسم عبد الرحمن سالم ميلاد مهرب وامر مليشيا حرس السواحة لنقطة مصفات الزاوية محمد الهادي كشلاف قصاب مهرب وامارس في عمليات تهريب الوقود من مصفات الزاوية محمد الهادي كشلاف القصاب بالاضافة الي ميليشيات النواسي ميليشيات الصواعق ميليشيات قول متحركة جنزور ميليشيات قول متحركة جنزور ميليشيات فرسان جنزور تحارف ميليشيات مصراتة للتقوم ثلاث مجموعات ارهابية تنتهي للتهريب وبيع وشراء سوق العديد إذا كان نرجع الى اوسامة جويلي في تقرير البحث لجنة رابست يتهى من أسامة جويلي بالتعاون مع المقاتلة والأخوان لتهريب النفط إلى أوروبا هذا نص التقرير بالكامل التهريب الأقود مع تنظيم القاعدة وداعش